السلام عليكم تحياتي لكم جميعا متابعينا الأوفياء فقرة معلومة في الدقيقة واللي غادي نتطرقوا الواحد المشكل اللي كي وقعوا فيه بعض المرشحين في امتيحان رفصة السياقة عند القيام بنصف دوراء واللي غادي نشرحوها بالتفصيل باش نتفادوا الرصوب في الامتيحان عند القيام بهذه المناورة إذا قبل ما نقوم بنصف دوراء كي توجب عليها أولا ندور المقوة دي السيارة على اليسار قبل ما نغير المستوى الأول لأن مجرد أنك كتدير المستوى الأول كتزيد القدام وكتنسى ما كتدورش المقوة دي السيارة الأمر اللي كي خليك أنك تقدر تقيس الحديدة دي الستاسيون مو من بعد مباشرة كن مشي يحتل عند الخط اللي في الأمام هاد الخط اللي كان عتابروه حنا رصيف لأنكين بعض الحالبات كيكون في بلاس هاد الخط كيكون رصيف فبتالي كي خسين وقف ومخسيش نلقيسه بالأمام دي السيارة الخطاء اللي كيرتاكبوه بعض المرشحين هو أنه مباشرة منك يوقف كيدير المرشحير وفي هاد الحالة كينسا ما كيدورش مقوة دي السيارة لأنه مباشرة غديرجع كما غادي تلاحظو في هاد الفيديو بأن هاد المرشح ننسى ما دورش الفولون بالتالي شنو غادي وقع الطموبيل غا ترجع غير البلاصة دياله لأننا حافظنا على التجاه ديال العجالات ضيرين على الأسر وفي هاد الحالة ما غاديش تم العمليات ديال ديس في دوراء فغاديكون خطأ وهذا كيستوجب الرصوب في المتيحان لأن المرشح بمجرد أنه كيدوز المستوى دي السرعة سواء المستوى الأول أو المستوى الثاني مباشرة كيقول للعقل دياله خصك تزيد يعني واحد نسبة كبيرة كينساو أنه ما كيدورش المقود على اتجاه المعاكس أو على اليمين بينما الصحيح أنه مجرد أنه يوقف يدور كل شيء عليه من هو والأول عابش يدير مارشارير من بعد كييرجع وكيشكون هاد العملية صحيحة كييرجع حتى كيقرب للرصيف الخلفي باش يكون واحد العملية كاملة ديال النصف دوراء باش إلى دار على الاسر من بعد لاحظو هالتو من المرشح كييدور المقود والأول من بعد غايدير المستوى الأول ديما نسبق الفولو عابش ندير برميه حتى ترجع مزيان تل الراسيف وكمل دميتوغ دياله لاحظو ما غاقيش الخط القدامي اللي كان عتابره وراسيف اذا الخلاصة باش تقوم بواحد نصف دوراء صحيحة وسليمة يخصك ديما تدور الفولو هي اللولى من بعد بدل المستوى الأول أو المستوى ديال الرجوع إلى الخلف طبيعة الحال ما تخصكش تقيس الخط اللي قدامك أو الراسيف اللي قدامك ومن اللي ترجع ترجع حتى تقرب للراسيف اللي في الخلف ديالك واللي بقي ما تقابوناش في القناة يتقابونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته